اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة متجددا برامجكم عدسة اثراء التي من خلالها نقطي جميع الفعاليات المقامة داخل دولة الكويت منها الاجتماعية والثقافية وايضا الدينية والتربوية فأهلا وسهلا بكم في حلقة اليوم حياكم الله معنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فحياكم الله وبياكم أيها الأخوة المشاهدين في هذا البرنامج المبارك عدسة اثراء نكمل معكم أيها الأحباب ما حدث في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ونأخذ دروسا وعبرا وفوائد تربوية ومنهجية يستفيد منها الإنسان في عمل حياته الدنيوية والدينية ووصلنا معكم أيها الأحباب إلى خروج أبي بكل رضي الله تعالى عنه وأرضاه من حجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أيقن أن النبي عليه الصلاة والسلام قد رافق الرفيق الأعلى وارتحل إلى ربه جل وعلا ثم خرج عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وينظر إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الخطيب الملهم العالم الجليل صاحب التقوى صاحب الإقدام صاحب النبي صلى الله عليه وسلم من هول الصدمة يتكلم ويهدد ويتوعد لمن قال أن محمد عليه الصلاة والسلام قد مات قال لأضربن عنقه وعمر رافعا سيفه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه شاهرا سيفه ويقول من قال أن محمد قد مات لأضربن عنقه وإنما ذهب عليه الصلاة والسلام كما ذهب موسى بن عمران للاقي ربه ثم لا يرجعن رسول الله عليه الصلاة والسلام فليقطعن أيدي أناس وأرجلهم قالوا أنه قد مات هنا نستفيد فائدة تربوية وفائدة منهجية أن العالم والرجل مهما علت رتبته وارتفع علمه وزاد ورعه وتقواه قد يزل وقد يخطئ وقد ينحرف عن الطريق وهذا لا ينقص من قدره شيئا أبدا وإنما هذه حال الجنس البشري فكل البشر معرضون إلى الخطأ ولا عصمة لأحد من البشر إلا للنبي عليه الصلاة والسلام وسائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام فالعالم قد يزل وقد يخطئ وقد يذهل عن الحق وإن كان الحق كوضوح الشمس كما حصل لعمر رضي الله عنه وأرضاه هذه الفائدة الثانية الفائدة الثالثة مع عشر الأحبة أن العالم إذا أخطأ ليس لكل أحد أن يرد عليه وليس لكل أحد أن ينتقص قدره ولا أن يحط من علمه ولا أن يتهجم عليه وإنما يرد عليه من هو في منزلته أو أعلى من منزلته فليس الكلام على العلماء لكل أحد وإنما العلماء يرد عليهم العلماء وينصح العالم للعالم هنا ما خاطب عمر رضي الله عنه وأرضاه إلا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه فأبي بكر رضي الله عنه قال أيها المتحدث على رسلك أيها المتحدث على رسلك وفي رواية قال أيها المتحدث قال اجلس ابن الخطاب وفي رواية أخرى قال اجلس ابن الخطاب هنا بيان فائدة أخرى من الفوائد المنهجية التربوية أن الإنكار على العالم يكون من عالم بمنزلته أو أعلى من منزلته وأن الإنكار على العالم ورد الخطأ يكون برفق وإحسان وليل ليس فيه تنقص ولا تهكم ولا اعتداء في القول ولا في العمل حصل من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه أنكر على عمر من الخطاب رضي الله عنه إنكارا لطيفا جميلا قال أيها المتحدث على رسلك وفي رواية قال اجلس يا ابن الخطاب لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استمر في تقرير ما يره حقا وهو يظن أنه حق فاستمر رضي الله عنه منكرا على من قال أن محمدا عليه الصلاة والسلام قد مات قال فمن قال أن محمدا قد مات لأضربن عنقه وإنما ذهب كما ذهب موسى بن عمران ليلاقي ربه هنا نستفيد أيضا فائدة رابعة أن العالم الكبير الجليل قد يخطئ وقد يستمر في الخطأ ولا يرجع وقد يستمر في الخطأ مع أن الحق واضح وجليل كما حصل لعمر رضي الله عنه وأرضاه فاستمر عمر رضي الله عنه مع النصح والتذكير من أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فما كان من أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما رأى أن عمر لا يريد السكوت ولا يريد الرجوع ولا يريد أن يهدأ من هول الصدمة معشر الأحبة هذا الجنس البشري أبي بكر رضي الله عنه كما هذه الرواية جاءت في صحيح البخاري أبي بكر رضي الله عنه لما قال لعمر اجلس ولما قال أيها المتحدث على رسلك ولم ينتهي عمر رضي الله عنه رقل من برأ أبا بكر رضي الله عنه وخطب خطبته الشهيرة فحمد الله وأثن عليه ثم قال أما بعد فمن كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم قرى قول الله جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين هنا نستفيد أيضا فوائد تربوية وفوائد منهجية فوائد جميلة من سيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في هذا الموقف العظيم المخيف الكبير وفاة النبي عليه الصلاة والسلام نستفيد مع عشر الأحبة الفائدة الخامسة أن الرد على المخالف لا يشترط منه أن تذكر اسمه ولا أن تشهر فعله وإن كان ظاهرا أمام الناس فعمر كان يخطب في المسجد والجميع يعلمون أن عمر يتكلم ويقول أن محمد عليه الصلاة والسلام لم يمت وإنما أبا بكر رضي الله عنه لما رق المنبر لم يخطب بإسم عمر بن الخطاب ولم يتكلم على عمر بن الخطاب وإنما قرر التقرير وذكر الدليل فقال أما بعد فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت والمراد في الرد إيضاح الحق للخلق نصحا وردا لهم للصواب وتذكيرا للغافل منهم لعله أن يرجع ولعله أن يتذكر أيضا من الفوائد التربوية المنهجية من هذا الموقف العظيم نستفيد أن الرد على العالم الجليل إذا أخطأ أن يكون مدعما بالدليل من الكتاب أو السنة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم كما حصر من أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فلما قرر التقرير ذكر الدليل قال فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم ذكر الآية قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول أفإن مات يعني سيموت أو قتل يعني نهايته الموت أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشكرين هنا لما تل الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذه الآية ماذا حصل حصل لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الذي كان قبل دقائق معدودة شاهر سيفه في المسجد ويقول من قال محمدا قد مات لا أضربن عنقه لكن لما سمع الآية قال رضي الله عنه لم تحمني قدماي فسقط على ركبته رضي الله تعالى عنه وأرضاه هنا معاشر الأحبة نستفيد فائدة سادسة أو سابعة أن العالم الكبير الجليل قد يخطئ وقد يزل وقد يستمر في الخطأ كما تقدم لكنه متى ما ظهر له الحق وبان له الأمر مدعما بالدليل فسرعان ما يؤوب وسرعان ما يرجع ويسلم ويقبل الدليل ويقبل الحق من ما جاء به كائنا من كان وهذا الذي حصل لأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فلما سمع الآية تليت لم يستطيع أن يكون قائما على قدميه رضي الله عنه فسقط على ركبتيه وأيقن أن النبي عليه الصلاة والسلام قد توفي معاشر الأحبة قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه والله لكأن الناس لم يعلموا بهذه الآية أن الله أنزلها إلا حينما تلاها أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه هنا نستفيد الفائدة السابعة أن الحق وإن كان واضح توضوح الشمس قد يغفل عنه كثير من الناس بل قد يغفل عنه من هو يعرفه حق المعرفة وهذا وارد على الجنس البشري فمن الصحابة كثير منهم حفاظ لكتاب الله ومع ذلك غفلوا عن هذه الآية وكانوا قبل ذلك على ثلاثة طوائف من أنكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات ومن أيقن أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات ومن توقف لا يعرف أمات حقا أو لم يمت عليه الصلاة والسلام لكن لما ظهر لهم الدليل أيقنوا كلهم وسلموا لربهم الجليل أن محمد عليه الصلاة والسلام حاله كحال أي أحد من البشر وأنه قد أفضى إلى ربه وتوفي صلى الله عليه وسلم هنا يقول ابن عباس رضي الله عنه وكان الناس يقرؤونها في الأسواق وفي الطرقات وكأنها لم تنزل إلا اليوم معاشر الأحبة نستفيد أيضا من الفوائد وهذه الفائدة الثامنة فائدة تربوية جليلة عظيمة منهجية أن العالم وإن كبر قدره وعلت رتبته وزاد علمه وارتفع قدره قد لا يستطيع قول الحق مع وضوحه لشدة التيار المخالف ولقوة المخالفة كما حصل لكثير من الصحابة ممن يحفظون القرآن وهم السواد الأعظم أو طائف كثيرا منهم ممن توقفوا لم يثبتوا وفاته عليه الصلاة والسلام ولم ينكروا وفاته صلى الله عليه وسلم وإنما ماذا حصل منهم أن سكتوا لأن التيار المخالف كان على رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذه فوائد جليلة عظيمة يستفيد منها الإنسان في يومه وليليته وأعماله وفي حياته الدنيوية والدينية ودمتم بخير وإلى لقاء آخر والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصلنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم نلتقي بكم غدا إن شاء الله في نفس الموعد لكم مننا أجمل تحية ومع السلامة اشتركوا في القناة